تريند الاهل هنستعرض مع حضركم المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا والناس اتكلمت ازاي خلال الساعات الاخيرة بخصوص الاهلي بعد التأهل الانهائي كأس مصر اول حاجة معايا من الحساب الرسمي لنادي الاهلي على تويتر نشروا الصورة لمحمد مجدي افشا بعد هدفه امبارح في الاتحاد السكندر وكتبه ده تشوفه تقول تنزل بالنقط لغاية لما ممكن توصل لفكرة القضية ممكن افشا القاتل عمل انبارح مباراة كبيرة وهدف قاتل تقدر تقول القضية ممكن سواء في مباراة الاتحاد وطبعا القضية في دوري ابطال افريقيا حدث ولا حرك طيب لسه كمان مع الصفحة الرسمية للنادي الاهلي صفحة الرسمية للنادي الاهلي مالك القضية محمد مجدي افشا هو نصر مباراة اليوم امام نادي الاتحاد السكندر بالمناسبة هدف محمد مجدي افشا مبارح كان الناس كلها بتتكلم على طريقة احراز الهدف محمد مجد أفشا وهو بتحرك بوش رجله بصبع رجله كبير شطها في البعيدة جات بشكل رائع جدا كرة بتنم على لاعب عنده إمكانيات رائعة جدا وقدر يفرد نفسه على القرى المصرية خلال المباريات الأخيرة طيب حساب جول على تويتر كتبوا قدم أفشا اليومنا تعيش أفضل فتراتها الآن ربنا يا حرصك يا محمد وإن شاء الله الفترة الجاية لسه منتظرين منك الكثير وقدمك الصورة حتى تسديدة محمد مجد أفشا برجله اليومنا والكرة بتسكن شباك حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري هدف رائع ومميز مش هيقدر يحرزه إلا اللاعب رقم 19 نجم النادي الأهلي زي ما نشايفين محمد مجد أفشا رقم 19 نجم محمد مجد أفشا طيب مكملين مع بعض وصفحة في الجول على تويتر أيضا وعلى الفيسبوك أصد كاتبين جمدين وما فيش اللحنة حلوين وما فيش الأحلى الأهلي يزم الاتحاد بالضربة القضية ويتأهل إلى نهائي كأس مصر دي صفحة رسمية في الجول عبر الفيسبوك وطبعا صورة كتيبة فريق النادي الأهلي النجوم وكأس مصر بين اللاعبين وفي المقدمة المدرب المميز بيتسو موسيماني حقق السلسية مع ساندونز وبيسعى لتحدي السلسية مع النادي الأهلي طيب مكملين مع حضراتكم أيضا كمان ومن اليوم من صفحة في الجول أيضا كتبوا أيام سعيدة لجماهير الأهلي واحد وثلاثين طبعا نحن نتكلم هنا في تاريخ شهر نوفمبر يوم 27 نوفمبر الفوز بالديربي وبطولة إفريقيا للمرة التسعة ويوم واحد ديسمبر الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري السلسية أصبحت قريبة من الجزيرة قدامكم طبعا على الصورة صورة جماعية لفريق النادي الأهلي في السادة القاهرة وقت التتويج بدورة أبطال إفريقيا دي من صفحة في الجول على الإنستجرام ويتكلموا على أيام سعيدة لجماهير النادي الأهلي يا رب تبدل كده الأيام كلها سعيدة لجمهور النادي الأهلي طيب صفحة اليوم اللاسابة صفحة رسمية ليهم على الفيسبوك نفس الصورة الجماعية لللاعبين وعالم علول فرحان طبعا بالتسعة وعنوان رئيسي زمن الأهلي طبعا النادي الأهلي عمل إنجازات طيبة الفترة الأخيرة وإن شاء الله بإذن الله مع كأس مصر هنقدر نجيب رقم قياسي أو نحقق رقم قياسي سبق النادي الأهلي حققه في مسم 2005-2006 لما فاز بالدوري والكاس وكان دوري أبطال إفريقيا بالتحدي اللي كان مع مانو الجزيه وإن شاء الله يقدر بيتسو مسماني مع اللاعبين يقرروا يوم السبت القادم طيب معنا من الحساب الرسمي على الإنستجرام لطاهر محمد طاهر ده الحساب الرسمي لطاهر محمد طاهر عبر الإنستجرام وبيقول مبروك لجمهور النادي الأهلي أول ماتش الحمد لله وإن شاء الله بطل الكأس طبعا دي صورة من مباراة الأمس وكان طبعا طاهر محمد طاهر ما كانش موفق في إحراز الأهداف لكن البدايات مبشرة فيه لمسات كده معينة بتقدر تقول البداية إن شاء الله هتكون موفقة لطاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي طيب مكملين مع حضراتكم وميني سبورت 360 على تويتر بيكلموا على المكاسب اللي حقاها النادي الأهلي من انتصاره على الاتحاد في كأس مصر أولا تأهل إلى نهاية كأس مصر ليلعب على اللقب الثالث في أقل من شهرين بعد تتويجه بدرع الدوري ودوري أبطال إفريقيا وبات قريب من السلسية سلسلة الله هزيمة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة لم يخسر تحت قيادة بيتس موسيماني في تسع مباراة أي مباراة ما بين مباراة محلية وإفريقية والمباراة الأخيرة أمام الاتحاد في الكأس الحاجة الثالثة أو العنوان الثالثة الوجوه الجديدة شاهدت المباراة ظهور وجوه جديدة بعد الصفاقات والتعاقضات الجديدة في مباراة الكأس طبعا أبرزهم طاهر محمد طاهر وصلاح محصن ثم التفوق التاريخي على العميد كابتن حسام حسن واصل الآل تفوقه على حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري في المواجهات التاريخية بينهما وآخر حاجة العودة من جديد وده اللي حصل بعد الفوز عز مالك في دورة أبطال إفريقيا ثم تخطي الاتحاد السكندري في كأس مصر كل التوفيل النادي الأهلي وننتظر مباراة النهائية موسيقى